وفيما يتعلق بفضيحة موري تومو وغاكوين التي تحيط برئيس الأزراء الياباني شنزو أبي أفادت وكرت كيودو اليابانية للأنباء أن موظفي وزارة المالية اليابانية يعترف مؤخرا أن تغيير وثائق رسمية مرتبطة بالفضيحة وتوجيه من وزارة المالية هذا وستقوم النيابة العامة لتحديد وقت آخر لاستجواب الشخصية الرئيسية في الحالث أي نوبوهيسا ساقاوا الذي كان مسؤولا في وزارة المالية اليابانية يفكر مكتب النيابة العامة الإقليمية في أوساكا فيما إذا كان سيقوم باستجواب نوبوهيسا سيقاوا بعد توجهه في السبع والعشرين من هذا الشهر إلى البرلمان الياباني لإدلاء بشهادته أم لا هذا وتشير التحليل إلى أن النيابة العامة ستؤكد إذا كان تغيير الوثائق من توجيه وزارة المالية وستنظر فيما إذا كانت سترفع قضية أم لا هذا وفي وقت سابق تلقت النيابة العامة تقريرا مفاده أن المسؤولين عن دائرة المالية في منطقة كينكي باعوا قطعة أرض تملكها الحكومة بسعر أقل من سعر السوق لمنظمة موريت موكاكوي لإقامة مدرسة عليها وهم مشتبهوا بهم بإساءة استخدام السلطة أما نوبوهيسا ساجاوا الذي كان مسؤولا في وزارة المالية وغيره يشتبه بهم بتغيير سجلات المفاوضات وتدمير الوثائق الرسمية هذا وكشف مصدر معني أن النيابة العامة قد حصلت على حقائق تغيير الوثائق قبل نهاية عام 2017 وفي مارس من هذا العام ترك موظف من دائرة المالية في منطقة كينكي أسجلات قبل الانتحار في المنزل قائلا فيها أن تغيير الوثائق هو من توجيه المسؤول الأعلى وقدمت وزارة المالية اليابانية سابقا الوثائق المعدة للنيابة العامة لكن مكتب النيابة العامة الإقليمي في أوزاكا حصل في النهاية على الوثائق الأصلية قبل التغيير وقام لاحقا باستجواب العديد من موظفي وزارة المالية المعنيين حول هذا الأمر وتوصلت إلى أنه توجيه من الوزارة